بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عبر قنوات عين اليوم بإذن الله سنستهدف فئة التوحد لجميع المراحل الفصل الدراسي الأول والمادة هي الطراب طيف التوحد موضوع الدرس إثراءات معكم إلهام الهوش إثراءات تعني كما قلنا سابقا بأننا سنراجع جميع الاستراتيجيات التي تناولناها خلال هذا الفصل الدراسي بشكل مختصر ومبسط حتى نستطيع إعادة فهم هذه الاستراتيجيات بصورة أو ضح تناولنا استراتيجية التعزيز أي شخص يعمل مع الطفل ذو الدراب طيف التوحد بالتأكيد يعرف أهمية التعزيز وبأن الطفل غالبا لا يقوم بأي مهمة دون عملية تعزيز خاصة في بداية التدريب إذا كنا ندرب الطفل على الكلام لن يقوم بالكلام دون وجود معززات في البداية على الأقل عندما ندرب الطفل على تمييز الأشكال الهندسية على تمييز أصوات الحيوانات وما إلى ذلك لا بد من وجود معزز وإلا لن يتعلم هذا الطفل معظم الأطفال ذو الدراب طيف التوحد يتم تدريبهم بهذه الطريقة من هنا تأتي أهمية أن يكون لدينا علم ومعرفة حول التعزيز ونوعية التعزيز ومتى نستخدم التعزيز وما إلى ذلك وقمنا بعرض أكثر من لقاء حول التعزيز وفي لقاء اليوم نستعرض ونستذكر بعض أجزاء هذه الاستراتيجية ماذا نعني بالتعزيز؟ يعتبر التعزيز أحد الممارسات الأساسية في مجال تحليل السلوك التطبيقي وهو عبارة عن تقديم حافز للطفل للقيام بالمهمة المطلوبة غالبا الأطفال ذوي الطراب طيف أتوحد ليس لديهم أي دعفة للقيام بأي مهمة تدريبية سواء كانت على الكلام أو إدراكية أو اجتماعية وما إلى ذلك ليس لديه الرغبة باختصار متى يكون لدى الطفل الرغبة في القيام بالمهمة حين تكون مربوطة بمعزز؟ لن تحصل على هذا الشيء المفضل لديك إلا من خلال الكلام أو من خلال الطلب أو من خلال حلك لهذا التمرين أو من خلال حلك لهذه الوسيلة فبالتالي يقوم بسرعة بحل هذه الوسيلة أو الكلام أو محاولة الكلام على الأقل حتى يحصل على هذا الأمر من هنا تأتي أهمية التعزيز والمعززات لماذا يتم التركيز على التعزيز في تدريب الأطفال ذوي الطراب طيف التوحد؟ الأطفال ذوي الطراب طيف التوحد كما قلنا ليست لديهم رغبة داخلية للقيام بأي مهمة تدريبية يفرضها عليه الكبار سواء نولي الأمر أو المعلم أو أخصائي النطق والتخاطب وما إلى ذلك ينبغي إيجاد حافز للطفل للقيام بهذه المهمة والحافز بكل تأكيد هو المعزز أنواع المعززات هناك معززات أولية مثل ماذا المعززات الأولية؟ مثل المعززات الغذائية مثل أنواع الحلوى المختلفة بهذه الطريقة حلويات حلويات علك بسكوت الشوكولاتة المفضلة للطفل كيف نختار المعزز؟ متى نستخدم المعززات الأولية؟ ينبغي ترتيب المعززات حسب الأهمية وحسب أهمية الهدف مثلا هدفي الأساسي هو التواصل دائما ما يجب أن نضع التواصل على رأس الأهداف التي نرغب في تدريب الطفل عليها طالما هدفي الأول الهدف رقم واحد بالنسبة للطفل هو التواصل أضع المعزز رقم واحد مع هذا الهدف إذا كان الطفل يرغب في هذا النوع من الحلوى سيحصل على هذا النوع من الحلوى بشرط القيام بهذا الهدف وهو الكلام بمعنى أن الطفل خالد لن يحصل على هذا الحلوى أو على هذا المعزز إلا من خلال الكلام ولا أعطيه هذا المعزز إطلاقا إلا من خلال الكلام ما هو الهدف الأقل؟ مثلا المهارات الاستقلالية مثلا أضع العلك للمهارات الاستقلالية خالد يفضل الحلو وضعه مع هدف رقم واحد ثم رقم اثنين بالنسبة للمعززات العلك أضعه مع الهدف رقم اثنين البسكوت مع الهدف رقم ثلاثة وهكذا هذا ما نعنيه بالمعززات الأولية تعني المعززات الغذائية يجب أن نحذر لا نستخدم المعززات الأولية ونعتبر بأنها الغذاء الماء بالنسبة للطفل من غير الإنساني استخدام الغذاء ما رح تاكل لما تتكلم ما رح تاكل لنتحل هذه الوسيلة الأكل شرب الماء هذه لا ينبغي استخدامها في عملية تدريب الطفل ولا ينبغي مساومة الطفل على الأشياء الأساسية في حياته المأكل المشرب دورة المياه الخروج في مثلا الهواء الطلق هذه أشياء لا أساوم الطفل عليها هذه أشياء جزء من إنسانيته نحن نتكلم عن معززات أشياء محفزة للطفل مثل الحلويات مثل البسكوت البطاطس المكسرات المفضلة بالنسبة للطفل أشياء إضافية بمعنى أن حرمان الطفل منها لا يؤثر عليه إطلاقا المعززات الاجتماعية مثل ماذا؟ ممتاز، رائع، بطل تعجبني يا خالد، خالد ذكي معززات الاجتماعية، الاحتضان، التقبل إذا كان هذا مريح بالنسبة للطفل المعززات المادية مثل ماذا؟ عندما تتقن جميع هذه المهارات سوف تحصل على سيارة، لعبة هذا معزز مادي معززات نشاطية، لما تتقن هذا الهدف ستذهب إلى الحديقة سوف تلعب بأن الطيطة، سوف تذهب إلى الزحليقة هذا يعتبر نشاط، فبالتالي هذه معززات نشاطية المعززات الرمزية مثل ماذا؟ مثل الملصقات تعتبر من ضمن المعززات الرمزية التي تستخدم مع الأطفال وإضطراب طيف التوحد وتكون فعالة لدى العديد منهم عند قيام الطالب بهدف قصير، نستخدم المعزز الرمزي ونقدمه للطالب ونضعه في المكان المفضل لدي إذا كان بعض الطلاب يفضلون على الوجه، بعضهم على اليد بعضهم لا يفضلون على الجسم، يفضلون في لوحة تعزيز حسب الطريقة المفضلة للطالب نأتي لستراتيجية التدريب على الاستجابة المحورية ماذا نعني بهذه الاستراتيجية؟ تستند هذه الاستراتيجية على مبادئ تحليل السلوك التطبيقي وهي تركز على تدريب الطفل ضمن البيئة الطبيعية ومن خلال اللعب على تطوير مهارات التواصل والدافعية مثل ماذا؟ هناك طريقة تقترحها هذه الاستراتيجية بمعنى أن الألعاب خاصة الكثيرة لدى الأطفال وجمعنا لدينا هذه المشكلة للأسف نحضر ألعاب كثيرة جدا للأطفال ونضعها في متناول أيديهم سواء أطفال عاديين أو الأطفال ذوي الطراب طيف التوحد نجد قسم الألعاب ممتلئ بالألعاب بدرجة كبيرة صحيح أنه يحبها الطفل صحيح أنه هو من قام باختيار هذه الألعاب ولكن وجودها أمام عيني هذا الطفل جعلتها بلا قيمة لديه تقترح هذه الاستراتيجية سواء كان الطفل من ذوي الطراب طيف التوحد أو طفل عادي بإخفاء بعض هذه الألعاب مثلا لديه ألعاب كثيرة أقوم بإخفاء السيارات أو حتى بعض السيارات أخفي الدينصورات إذا كان الطفل يحب الحيوانات وما إلى ذلك أخفي بعض الطائرات وأضعها في مجموعات عندما أرغب في تدريب الطفل على الاستجابة المحورية أحذر خالد خالد يلا شتبغى سيارات ولدينا صورات ولا طائرات هو سابقا يعرف أساسا هذه الألعاب يعرف كيف يلعب بها ولديه ذكريات مع هذه الألعاب اختار السيارات يلا نأخذ السيارات ونسكر الباب نسكر الدولاب يلا نلعب بالسيارات يلا طلعها هذه الطريقة غالبا أن الأهل يقومون فيها دون وعي أو دون إدراك منهم أيضا الأخصائيين والعاملين مع الطفل ذو الطراب طيف التوحد أيضا يقومون بهذه الاستراتيجية دون إدراك ودون وعي منهم الطفل يبدأ بإحضار السيارات هو يتذكرها هو يعرفها جيدا يبدأ بعملية اللعب بها أبدأ في الحديث مع الطالب يلا نطلع السيارات الحمراء وين السيارات الحمراء وين السيارات اللي كفراتها كبيرة ناحظ الطفل لما يبدأ يلعب بطريقة الأطفال ذو يطرى بطيف التوحد أنه يدير الكفرات أبدأ بعملية التوجيه دون عملية تدخل كبير جدا يلا نلعب كذا يلا نقول وي علم على التقليد أول شيء أحضرنا دافعية لعبة أشتاق لها هذا الطفل لعبة السيارات التي يحبها الشيء الثاني وضعنا عملية التواصل بيني وبين الطفل الشيء الثالث دخلت محيط الطفل دون أن يشعر ودون عملية تدريب مكثف وبدأت في تدريبه على الطرق اللعب بطريقة صحيحة ما نلعب كذا يلا وين نلعب كذا من أسرع من أسرع من يفوز ندرب على الروح الرياضية دربت الآن على مهارات كثيرة جدا من خلال لعبة واحدة دربت على نعد السيارات انطلع السيارات الحمراء كفرات كبير وصغير من أسرع من يفوز الروح الرياضية اللعب بطريقة صحيحة ومناسبة ولائقة ست أهداف من خلال لعبة واحدة استراتيجية البرمجة النصية تزويد الطالب بطريقة شفهية أو مكتوبة تساعده على الانخراط في المواقف الاجتماعي سبق وأن قمنا باستعراض هذه الاستراتيجية فطبقنا جلسة كيف ندرب الطفل على هذه الطريقة يجب أن يكون الطفل يستطيع القراءة ويرغب في عمل أو ينغرب يرغب في الانخراط في المجتمع أو مع أصدقائه طريقة هذه الاستراتيجية أطبع للطفل بطريقة مكتوبة كيف يبدأ السلام السلام عليكم كيف يطلب اللعب أنا أبغى ألعب يعرف بنفسه أطبعها بطريقة مكتوبة ومرتبة وعندما يرغب الطفل في الانخراط مع المجموعة الأقران أرفع البطاقات السلام عليكم يقرأ ويبدأ في الإلقاء السلام عليكم ينظر أيضا إلى النص اسمي خالد يقولهم أنا اسمي خالد بهذه الطريقة ساعدنا الطفل على الانخراط مع أصدقائه أو مع مجموعة الدراسة تكلمنا عن أكثر من استراتيجية في هذا اللقاء استعرضناها بشكل سريع ومبسط من حيث معنا هذه الاستراتيجية ومن يرغب في الحصول على معلومات أكثر عن هذه الاستراتيجيات سبق وأن قمنا بعرضها على شكل جلسات تطبيقية واضحة جدا والمزيد من التفاصيل بالإضافة إلى ذلك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته